اليوم سبعة شهداء على أيدي القوى الأمنية في التظاهرات والاحتجاجات ماي الخيارات أمام المكون العسكري ومجلس السيادة وسط تكاثف هذه الضغوط واستمرار الاحتجاجات قطعا اليوم توشحت مدينة الخرطوم سوب السواد وارتفعت فيها معدلات الوفيات وشهداء من جراء هذه الاحتجاجات والتي وصل عددها إلى حوالي سبعة شهيد ذلك وفقا للإحصائية التي أدلت بها لوسائل الإعلام لجنة أطباء السودان فلذلك ما زال حالة التصعيد السوري في الشارع السوداني في التزاهد مستمر وظلت بالرغم من التدخلات الأجنبية وبالرغم من المبادرات من الدول الصديقة والشقيقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي من أجل حلحلة الأزمة السودانية ولكن ظلت حالة الاحتقان وارتفاع وتيرة التصعيد لماذا ارتفاع وتيرة التصعيد؟ اليوم الأول لعمل هذه البعثة الأممية وتزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية تصاعد في الاحتجاجات وتصاعد في قمع المحتجين لا يوجد رسائل حسنية من قبل الطرفين أليس كذلك؟ بالرغم من التزام الطرفين بهذه المبادرات وبالرغم من ترحيبهم الكامل بهذه المبادرات وفقا للتصريحات والبيانات الإعلامية التي يدلون بها لوسائل الإعلام ولكن يبدو على الشارع هم في وادي والشارع في وادي آخر يبدو الشارع لم يستجيب لا نداءات المكون المدني ولا نداءات المكون العسكري ويبدو أن الشارع الذي رؤية منفصلة تماما عن ما يدور ما بين الطرفين فلذلك في تقييمي الخاص بالرغم من هذه المبادرة الأممية التي وجدت وحزيت بمباركة كبيرة جدا من عديد من القطاعات السياسية في السودان ولكن مهمتها على أرض الواقع يبدو عليها صعبة يبدو عليها في قاية الصعوبة وفي تقييمي الخاص حالة الانسداد السياسي التي يمر بها البلاد دفعت الأحزاب السودانية أنها لا تتوافق على حد أدنى من القضايا السياسية فلذلك كان في تقييمي الخاص كانت هذه المبادرة الأممية بمناسبة طوق النجاة وكانت آخر مراحل حلحلة مشاكل السودان ولكن ما نشاهده الآن في الواقع وما نشاهده الآن في الشارع السوداني فيبدو هذه المهمة ستكون عسيرة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر